والأغرب من ده بقى لما الأمور تتاخد فيه معيار بقى الشوء والألفاظ اللي ممكن ما تبقاش لائقة والمنطق الغريب واحد من اللي بيعمله ده شوية بنوع من الفني وشوية بنوع من رمي الكلام في وسط الموضوع اللي هو أستاذ عمر أديب من كم يوم في الفترة بتاعة أزمة عمر بتاعة إمام عشور فجأة بيخلط ما بين مبادئ الأهلي وعلاج الأهلي الموقف أعتقد ده كلام كان مستفز جداً هنشوف عمر أديب ونشوف الربط بين مبادئ وقرار احترافي موضوع إمام عشور طبعاً عامل دوشة كبيرة جداً وأنا بصراحة باستغرم مليون جنيه إيه ووقف عن المباريات إيه وكلام إيه مبادئ النادي الأهلي إحنا عادنا عمرنا كله بيكلمونا من كابتن أيام كابتن صالح سليم على مبادئ النادي الأهلي ده يتعرض للبيع على طول ده بكرة ييجي النادي الأهلي كده يقول إمام عشور يتعرض للبيع ما هي المشكلة من الأول إن الأهلي فكر بطريقة براجماتية إن هو ياخد اللاعب اللي كان بيشتم صالح سليم وقاله غلطة وقاله أما كان صغير ومش طب ماشي فأنت قررت طب بعد كده هو الأهلي حيقف على إمام عشور أرضوا للبيع بكرة كده تقوله مشكلين أوه يا إمامي حبيبي لإن أنت كده بتدي مسأل دلوقتي إن أنت أعمل أي حاجة بس أنا مصلحة النادي برضو محتاجة للعيب طب هو يلعب المطش اللي جاي ده الله أعلم هيعمله إيه طب والإنتر كونتيننتل والإنتر كونتيننتل بش عارف إيه والحاجات يا عمر أنت موجوع للدرجات دي موجوع من قيم النادي الآلي وتقليده أنا مكنتش عارف إيه تعبكة موجوع من إمام عشور التحديد فيه إيه فيه إيه مليون جنيه إيه عرضوا للبيع يا سلاة يا وله لا والله ده أنت ضحكت على الآلي سمع كلامك حسنا شفته في اللقطة دي شفته وهو فين بيعمل إيه أيوة أنت بتقولي خف الدم خف الدم اللي ما يكون خسرها أيوة واخد بالك ما يكون خسرها أن يروح من التاري على نفسه يقفل عليك السك أي بخف الدم أما يكون كسبان يبقى بهذه الشراسة الغير موضوعية في الهجوم أي يبقى يبقى متعرضون للبيع وحيلعب أنت يا سلام يا سلام عشان غضبان غلط وصوته عالي وأعرب عن غضبه الغير مقبول وتعاقب بمليون جنيه ده أنت غيره عمل وكسر وشاط أزايز وطلع ضرب في المدرجات ودخل ورجع اتقابل في المطار استقبال الفاتحية جايت تفاصل في عمر يا أستاذ عمر يعني يعني اللي أنت بتعمله ده مش لايء عليك أنت أنت إعلامي مخاضرم محطوط في مكانه الكلمة عندك لازم تبقى يعني لما ناس سمحها تبقى عيسها صحة وإحنا عيسنا صحة هي دي قيم الأهل آه يا سيد هي دي تحديدا قيم الأهل لما تغلط عندي حسبك وبمنتهى القزم تبقى لنظام لا في استعراض في العقوبة إن أنا أبطالك كورا لأنه مش انتقام العقوبة مش انتقام العقوبة ردع ردع لللاعب ولزميله ولإرساء نظام عشان الدنيا ما تفليتش فليه بيعمل كده ما فيش غير الآن اللي أوقف 17 لعب ولعب ماتش الزمالك في كاس مصر 85 بالنشرين في 85 وكفاءه الخضر بأنه يفوز على فريق مرعب لزمالك كورش وفروق جعفر يعني كل العتاول كل العتاول فأنت وحسن حجازي القائمة طويلة لو عايزين يتوقف ماما ممكن يعني من سنة الثمانية وعشرين فإحنا النادي الآلي مش بيقول كلام ما بيحصلش لكن في نفس الوقت انت مش هتبتزيني بمبادئي كل حاجة هي دي مبادئك وبعدين عب قوي قوي صغيرة قوي عمر إنك تلاقي هتقول بعد ما شطم صالح سليم عيب قوي يا عمر عيب لأن انت وهم من ما شطم صالح سليم اللي انت بتتباك عاقبت انت بيه ما كان عندك ولا حاجة احتفت بيه وزعلت إنه توقف فهو ميجي عندي لو الشتم حد خارجي بيتعاقب وقولنا لكم هاي مرش دي الكابتر الخطيب قال له ما هو دي التعليمات هيا دي القيم إن الكابتر خطيب يقول له إيه والرسالة مش له للكل اللعيبة طبعا ما تخسرش حيخسر جمهور الزمالك إزاي إنه يغلط إنه يغلط فيهم ويستفزوه أو يستخف بيهم أو يحتك بيهم عيب اللاعب مش مفروض يعمل كده فأنا أنا بقول له هذا الكلام ممكن واحد تاني من قول كلمة توصل له السلام واحد تاني محتاج إنه هو ياخد بعض الوقت لكن إحنا النادي الآلي هو عارف بيعمل ايه مع لعبته وعارف بيسيطر على الأمور إزاي مش مستنيك تقول عرضوا للبيع كل حاجة يعني إيه ده يعني لا مش دي ده كلام مهم جدا وتاني وتالت ورابع إزاي نعود لعبتنا على الفكر الاحترافي وعلى الالتزام وعلى الانضباط وإحنا مع أي مشكلة ما بنعالجهاش إلا بالألوان والانتماءات للأسف اللي بيختلف عن كده بيروح في حتة تانية بعيدة خالص زي اللي رح لها من نجم العلام الكبير محمد صلاح بادر فرس